في السابع عشر من نيسان من كل عام يحيي أبناء شعبنا يوم الأسير الفلسطيني والذي جاء هذا العام في ظل موجة انتهاكات متصاعدة بحق الأسرة تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية سلطات الاحتلال سخرت كل أدواتها القمعية للانتقام من الأسرة وحرمانهم من حقوقهم عبر قيود تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وقد وصلت تحريض وفرض القيود على الأسرة إلى مرحلة غير مسبوقة منذ تشرين أول الماضي حقيقة هناك ألاف من الأسرة الفلسطينية موجودين داخل السجون الإسرائيلية هؤلاء يعانون الكثير من عمليات الانتهاكات والحز الانفرادي وإلى غير ذلك من صنوف التعديب وعمليات التنكيل بهم وإلى غير ذلك الكثير من الأسرة الفلسطينية الفلسطينيين تم انتهاء محكمياتهم ولا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي هناك الكثير من الأسرة الفلسطينية الفلسطينيين انتهت محكمياتهم أيضا تم إعادة اعتقالهم مرة أخرى هذا الاحتلال الغاصب هذه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل خارج القانون الدولي وهذا خرق صارق لكل الموثيق والاتفاقيات الدولية الأسرة الفلسطينيين الموجودين داخل السجون الإسرائيلية حقيقة تنتهك كرامتهم تنتهك إنسانيتهم هناك كمان عمليات التنكيل بأهليهم عندما يقومون بزياراتهم في المعتقلات وعمليات التفتيش التطقيق وعمليات التأخير بالوصول إلى هؤلاء المعتقلات حقيقة هذا خرق صارق للقانون الدولي الإنساني إن الهجمة على الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تطال حقوقهم الأساسية الموجودة منذ بداية الاحتلال والآن في ظل الأدوات المستحدثة التي يحاول ترسيخها عبر مستويات أجهزة الاحتلال ومنها إدارة سجون الاحتلال وتشريع وتمرير قوانين عنصرية إلى جانب جملة من السياسات الثابتة والممنهجة التي ينفذها الاحتلال والتي تهدف لفرض مزيدا من الهيمنة والسيطرة على الأرض وتعكس مستوى نظام الفصل العنصري القائم بصور متعددة في يوم الأسير الفلسطيني نستذكر الظروف والممارسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي فاقت وتجاوزت كل الأعراف والمواثق الدولية والإنسانية لتلفزيون فلسطين سندس أحمد عمان